ما أكثر طالبي العلم وما أوسع أحلامهم في ضيق واقع لم يهيئ لهم ما يلزم لتحقيق تلك الأحلام محافظة ديالا المكتظة بالطلاب المفتقرة إلى المدارس هذا الواقع حتى ما على سكان ديالا إيجاد حلول بأنفسهم فسارعوا إلى التطوع ببناء المدارس بالتعاون مع المؤسسات الخيرية علهم ينقذون أبناءهم من تشرد بات يهددهم بسبب قلة المدارس الحكومية وعدم صلاحية المتوفر منها نتيجة الوضع الحاصل في البلد ونعكاس على المدارس التربية مدارسنا أصبحت في الوقت الحالي مدارس طاردة للطالب موجاذبة عدة مدارس تم إنجازها في ديالا وساهمت في تخفيف الضغط عن المدارس ذات الدوامين كما ساهمت المدارس الأهلية الجديدة في حل مشكلة اضطرار الطلاب لقطع مسافات بعيدة بحثا عن العلم مشاريع رغم بساطتها استهلكت طاقة أهالي ديالا بسبب الواقع المادي المتردي الذي يعانون منه والحكومة غافلة وكأن أمر التعليم لا يعنيها بشيء لا يوجد أي تعاون حكومي في بناء هذه المدرسة ولكن باشرت مشكورة مؤسسة كنعان الثقافية والأهالي والمتبرعين في ناحية كنعان بل إن أقصى ما قامت به الحكومة هو تثمين دور الأهالي والإشادة بحسهم الوطني وحثهم على تحمل مسؤولياتهم تجاه تعليم أبنائهم هذا المشروع هذه المشاريع ضمن مبدأ الشراكة المجتمعية عن بناء أكثر من 20 مدرسة وتهيل أكثر من 250 مدرسة عندنا ترممت بدعم من أولياء الأمور وتطبيق مبدأ الشراكة المجتمعية ورغم ذلك كله يبقى تردي قطاع التعليم أكثر ما يؤرق أهالي ديالا ويهدد مستقبل أبنائهم